الكلمة الآن للسيدة جانين هانيس بلاشرت السيدة الرئيسة شكرا جزيلا المندبون الموقرون أعضاء مجلس الأمن في شهر مايو 2003 قبل عشرين عاما تقريبا اعتمد مجلس الأمن القرار 1483 لرسم ملامح مستقبل العراق بعد صدام حسين وأعين آنذاك ممثل خاص للأمين العام في العراق لأربعة أشهر لبدء تنظيم العمليات الأممية في أولى مراحلها آنذاك قال الأمين العام إن شعب العراق قد عانى بما فيه الكفاية وإن الأوان قد آن لكي نتحدى لنضمن إنهاء هذه المعاناة حتى يتسنى للشعب العراقي أن يمسك بزمام مستقبله في السنة نفسها في شهر أغسطس أنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة المساعدة في العراق اليونامي بعدها ببضعة أيام السيد سيرجيو ديميلو وواحد وعشرين من زملائه فقدوا أرواحهم في هجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد مئة وخمسون من الزملاء الآخرين أصيبوا في هذا التفجير ورغم العنف الذي أودى بحياتهم استمرت جهود الأمم المتحدة في 2023 علينا أن نخلد ذكر هؤلاء بوسائل عديدة أختنم هذه الفرصة لأشكر الحكومات العراقية المتتالية على العمل البناء والعلاقة التي تربطنا بهم منذ عقدين من الزمن في السنوات الأربعة الماضية لطالما قلت أن الأوضاع في العراق لا يمكن أن نحكم عليها سوى من خلال النظر في السياق التاريخي والعقود عقود التوتر التي أثرت في هذا البلد حتى هذا اليوم تحديات العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها وإذ يتم التعامل مع إرث الماضي وتحديات الحاضر سنحتاج إلى مزيد من الوقت أي من كان من يقود هذه العملية أو أي من كان المسؤول لا يمكن لحكومة بمفردها أن تعالج هذه التحديات بمفردها بتعبير آخر من الأهمية بما كان لجميع الأطراف السياسية وغيرهم من أصحاب المصلحة أن يعلو مصلحة البلاد فوق كل شيء آخر ففي نهاية المطاف المسؤولية مشتركة وأي حكومة ستحتاج إلى الوقت وإلى الدعم السياسي لتمزي قدما بشؤون البلاد وعلينا أن نشدد على أهمية إدارة تطلعات الجمهور فالوعود الرنانة التي لا يتم الوفاء بها لها نتائج خطيرة ولا يمكن أن نبرز الأمور بشكل إيجابي أو بشكل مفرد في الإيجابية وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى الإحباط قبل ثلاثة أشهر تم تنصيب رئيس العراق الجديد والحكومة الجديدة بعد أكثر من سنة من التوترات والخلافات السياسية ثلاثة من أصل أعضاء الحكومة الثلاثة والعشرين من النساء من نفلة القول أننا نتطلع إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار وكما شرحت لا يمكن أن نتصور تسوية تحديات العراق بين ليلة وضحاها ولكن دعونا ننظر إلى نصف الكوب الملآن من خلال إحاطتي الأخيرة في شهر أكتوبر شددت على أنه منذ 2003 هناك الكثير من الفرص المرتبطة بالإصلاح التي ضاعت وعلينا أن نوصل مكافحة الفساد فهو من الأسباب الجذرية التي تعرقل إدارة الشؤون العراقية على النحو الملائم في الأشهر الثلاثة الأولى للحكومة العراقية الجديدة شهدنا التزاما حقيقيا بمواجهة التحديات التي هي مثلة أمام البلد بما في ذلك مكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين والحد من مستويات البطالة فيما يتعلق بمكافحة الفساد اتخذت الحكومة خطوات عديدة بما في ذلك لاستعادة الأصول المسروقة والتحقيق في مزاعم الفساد المختلفة وشجع الحكومة العراقية على المثابرة وعلى بذل كل الجهود وعلى بناء نظام يخدم المجتمع وليس مجموعة بعينها مع ضمان المساءلة فهذا أمر ضروري وهذا يعني أن يحرم من يستغلون موارد البلاد لمصالح ضيقة من ذلك ينبغي أن نكرر أن الفساد في العراق قد تحول إلى منظومة على مر السنين وهذا لا يتعلق بفرد واحد أو بوقائع بعينها الجهود الحكومية الحالية تستحق الإشادة ولسيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للجمهور وينبغي في الوقت نفسه إدارة تطلعات الجماهير وأذكر بأن التغيير الحقيقي الذي يحدث فارقاً في حياة جميع المواطنين سيستغرق الكثير من الوقت هذا يستوجب إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية ومؤسسات أكثر متانة وحوكمة رشيدة على شتى المستويات ومن نفلة القول أن البلاد بحاجة إلى إصلاح اقتصادي ومالي وهذا ما يشعر به الجميع عبر البلاد وقد تأخر هذا الإصلاح لقد شهدنا مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يضغط على الرجال والنساء في العراق بشكل يومي على المدى القصير من أهمية بمكان أن يتم اعتماد الميزانية الفيدرالية في أسرع وقت ممكن وإلا فإن الأوضاع ستدهور أكثر فأكثر وفي هذا الشأن أود أن أحذر ضد أي التدابير قد تؤدي إلى ضغوط إضافية على الوظائف الحكومية في العراق نعم هناك حاجة إلى الحد من مستوى البطالة ولكن هذا لا يعني زيادة الأعباء الواقعة على القطاع العام كذلك فإن الاعتماد على النفط سيجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية لذلك ينبغي للعراق أن يعطي الأولوية للتنوع الاقتصادي المستدام ولجعل القطاع الخاص أكثر قدرة على إنشاء وظائف جديدة وعلى إطفاء قيمة مضافة في الاقتصاد بالطبع هناك العديد من المواضيع الأخرى التي تسترعي اليوم انتباه حكومة العراق الأمر يتعلق بالتحديات البيئية ومسألة الاعتماد على الطاقة أو الاستقلال في مجال الطاقة عودة المواطنين العراقيين من مخيم الهول ومخيمات أخرى وسجون في شمال شرق سوريا والحاجة إلى تنفيذ اتفاق سنجار ووضع النمسات الأخيرة على حوار كيركوك وكذلك التحول من الاستجابة الإنسانية إلى حلول أكثر استدامة من أجل التنمية وتعديل الدستور وإحراس تقدم في إصلاح القطاع الأمني من بين جملة أمور أخرى سوف أحاول أن أقدم آخر المستجدات بشأن هذه المواضيع جميعا في إحاطاتي المقبلة ولكن هناك مسألة أود أن أشدد عليها اليوم أود أن أتطرق إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بما في ذلك المسألة عن الانتهاكات وأود أن أقتبس مما قاله سيرجو فييرا ديميلو في الماضي قبل وصوله إلى بغداد في 2003 لقد تحدث عن احترام حقوق الإنسان قائلا إن احترام هذه الحقوق هو الأساس الوحيد المتين من أجل إدامة السلام والتنمية وبناء عليها نشدد على أن أي نقد بناء ينبغي القبول به وعدم غض الطرف عنه وإلا فإن ذلك سيؤثر سلبا في صورة الدولة وسيؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية ينبغي التشجيع على تكيف المؤسسات الحكومية مع حاجات الجمهور وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون هناك التزام حقيقي بحقوق الإنسان في أي بلد كان بما في ذلك العراق بالنسبة إلى العلاقات بين بغداد وإربيل فإن الحكومة قد أعربت عن التزامها متسوية المسائل العالقة بين الحكومة الفدرالية وبين حكومة إقليم كردستان ولسيما فيما يتعلق بالنفط والغاز والتشجيعات ذات الصلة اتخذ التدابير أولى في هذا الصدد ولكننا بحاجة إلى المضي قدما بهذا الحوار ينبغي إطفاء طابع مؤسسي على بعض العلاقات بين بغداد وإربيل وينبغي أن تكون هناك مشاورات مستمرة تنعكس في اتفاقات ملموسة ولسيما فيما يتعلق بالميزانية الفدرالية لـ 2023 وبشكل عام نأمل أن الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة العليا الفدرالية سوف يسمح بمواصلة المفاوضات ونأمل أيضا أن بغداد وإربيل ستستمران في العمل على الوصول لاتفاق مستدام للخروج من حالة إدارة الأزمة عندما ننظر إلى منطقة إقليم كردستان وقد تدرقت إليها في إحاطاتي السابقة فقد شددت على المخاطر المرتبطة بالخلافات السياسية للأسف الانقسامات في هذه المنطقة وبين الأحكام الأحزاب السياسية مستمرة يوم السبت الماضي كان هناك لقاء للأحزاب في السليمانية وهذا قد منحنا شيئا من الأمل ولكن للأسف فإن الأوضاع ما زالت متشرذمة بعض الشيء لا ينبغي تضيع الوقت ينبغي تقديم تنازلات بشأن بعض المسائل العليقة المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والأمنية والخلافات المرتبطة بالانتخابات بالنسبة إلى العلاقات الخارجية للعراق يصرني سيادة الرئيسة أن أبلغكم بأن الحكومة العراقية تواصل سياستها القائمة على الانفتاح والتوازن على أساس المصالح المتبادلة واحترام مبادئ السيادة والوحدة الإقليمية وحسن الجوار وقد أكدت خلال مؤتمر بغداد الثاني في عمان في العشرين من ديسمبر على دعمنا للحكومة العراقية في جهودها المتعلقة بالحوار وبالاستثمار غير أن الحكومة العراقية مازالت تواجه انتهاكات مستمرة لسيادتها ولسلامتها الإقليمية إن عمليات القصف تؤدي إلى زيادة التوترات ومقتل المدنيين وهدم الممتلكات هناك سكوك ديبلوماسية متعارف عليها ومتاحة للجميع وهذا ما ينبغي الاستعانة به عندما يواجه الجيران أي التهديدات أمنية وطنية بالنسبة إلى العراق وبغية تعزيز الاستقرار المحلي ينبغي أن وفر المناخ المؤاتي السيدة الرئيسة قبل أن يتناول المتحدث التالي الكلمة أود أن أكرر أن العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالذخائر المتفجرة وجهود التطهير وإزالة الألغام مستمرة بما في ذلك من خلال مبالغ مخصصة من الميزانية الوطنية هي جهود محمودة وممتازة ولكن هذا القطاع لا يحظى إلى حد الآن بالتمويل الكافي والمدنيون العراقيون هم من يدفعون السمن في 2022 كانت مخلفات الحرب المتفجرة من أهم أسباب الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين وهذا يؤثر في حياة ثلث المدنيين على الأقل لذلك نشجع المجتمع الدولي على موصلة تقديم الدعم للعراق في هذا الشأن اسمح لي أن أنتقل إلى مسألة المواطنين الكويتيين ورعاية الدول الأخرى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة من في ذلك المحفوظات الوطنية الكويتية أود أن أرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية ونشجع على مزيد من التعاون من خلال اللجنة الثلاثية وبفضل الصور المأخوذة بالسواتل لتحديد مواقع جثامين المفقودين ختاماً يا سيادة الرئيس أود أن أؤكد على شعورنا بالأمل وفي الوقت نفسه أن أؤكد على أن بعض الأوضاع ملحة في العراق الحكومة الجديدة لديها فرصة لتواجه هيكلياً عدد من التحديات الماثلة أمام البلد وشعبه الأمر الملح يتعلق تحديداً بالأحزاب السياسية العراقية والأطراف السياسية التي ينبغي أن تختنم الفرصة لإخراج البلاد من الدورات المفرغة لانعدام الاستقرار والهاشاشة أخيراً نهنئ المنتخب العراقي لكرة القدم على فوزه بكأس الخليج وهذا انتصار هو الأول من نوعه منذ العام تسعة والسبعين بعد عقود من العنف والتوترات والعزلة في رأيي المتواضع فإن هذا دليل على قدرة العراق على العودة إلى أوضاع طبيعية والاتحاد ليس كأمة عراقية فحسب وإنما كشريك إقليمي قادر على إحداث تغيير إيجابي وشكراً